هذه أبرز العناوين رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة باللغة العربية الرقرق يفاجئ المغاربة بهذا التصريح بسبب زلزال المغرب تشافي وبرشلونة يتضمنان مع ضحية الزلزال المدمير الذي ضرب المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة باللغة العربية حرص الإسباني خوال بورت رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة على توجه رسالة باللغة العربية للشعب المغربي يؤكد فيها تضمنه مع ضحية الزلزال المدمير الذي ضرب المملكة المغربية في الساعات الماضية وضرب زلزال يوم الجمعات الماضية منطقة الحوز بقوة سبع درجات على مقياس الاختر وتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونشر لبورتا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعيكس قال فيها نحن معكم ديمة مغرب وخلف زلزال المغرب المدمير العديد من ردود الفعل الحزينة في الأوساط الرياضية وسط تعاطف منقطع النظير من الأسرة الرياضية العالمية من أندية واتحادات ولاعبين وحتى المعالقين والمشاهير ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين والأندية فقط بل امتدت لاتحادات محلية وقارية إذ قرر الاتحاد الإسباني ونظره الفرنسي الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات على ضحايا المغرب كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفا الوقوف دقيقة سنت قبل مباريات المنتخبات والأندية تابع على حتى الواحد والعشرين من الشهر الحالي حدادا على ضحايا الزلزال القوية الرجراجي يفاجئ المغرب بهذا التصريح بسبب زلزال المغرب أعرب الناخب الوطني وليد رجراجي عن حزنه عقب الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء الجمعات الماضية وخلف المئات من القتل والجرحة مشيرا إلى تجنود جميع المغرب من أجل التبرع بالدم في هذه الضرفية وقال رجراجي في تصريحاته للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نحن نفكر في جميع الأشخاص الذين وفتهم المنية رحمة الله عليهم إنه حداد وطني لكن المغرب بلد كبير والجميع يقدم المساعدات وتابع أقل شيء كان علينا أن نفعله أن نتكلم مع اللاعبين ونفكر في التبرع بالدم لتقديم المثال للجميع والمثال هنا هو إعطاء دمنا وهذا أقل شيء يمكننا فعلها وأضف هذا من بين الأشياء أخرى التي سنقدمها مع اللاعبين والتبرع بالدم هي أول حركة قمنا بها لهذا نحن نشجع جميع المغرب أن يتبرعوا بدمهم لأن هذا الأمر مهم جداً في ذلك وجود العديد من الجرحة ووصل الرقراغي نعلم أن الدم شيء مهم في مثل هذه الأحداث رحمة الله على ضحايا نفكر كثيراً بالمصابين وعائلتهم ونحن كمغرب سنبقى متضامنين كجميع الأقات وإن شاء الله خير شافي وبرشالون يتضمنون مع ضحايا الزلزال المدمير الذي ضرب المغرب عبر نادي برشالون عن تضامنه مع ضحايا الزلزال المدمير الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية وقال النادي في بيان من نادي برشالون نرسل قوتنا وتضامننا لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وأعلنت شافي هرنانديزا المدير الفني للبارسا على منشور النادي الكتالوني مبديا دعوته من أجل الضحايا من جهة أخرى أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان من المرتقبة أن تجمع المنتخب الوطني وندره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة لنهائية كأس أمم أفريقيا إلى وقت لاحق وأوضحت الجامعة في بلاغ النشرة على موقعها الرسمي أنه على إتر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت الماضي بين المنتخب الوطني وندره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة لنهائية كأس أفريقيا للأمم إلى وقت لاحق وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأضافت أنه على إتر هذا المصاب الجلال تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحار التعازي إلى أسار الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الأسود يسافرون إلى فرنسا في هذا الموعد يستعد المنتخب الوطني المغربي للتوجه إلى مدينة ليلة الفرنسية تأهبا لمواجهة بوركنافاسو في مباراة ودية ضيما استعدادات الأسود لنهائية كأس أمم أفريقيا المقبلة وتقلع طائرة الأسود اليوم الأحد صوب مدينة ليل قبل التوجه إلى مدينة لنسا والتي ستحتضن مواجهة المنتخب الوطني ونظره البوركنابي وتم تأجيل مواجهة المنتخب الوطني ونظره الليبير والتي كان من المقرر إجراؤها مساء أمس السبت برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بسبب الزلزال الذي ضرب البغرب يوم الجمعة الماضية محرز وماني وسيان المغرب أبدى الدولي الجزائري رياض محرز لعب أهل جد السعودي حزنه العميق بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف العديد من الضحايا والمصابين وكتب محرز المنحدر من أم مغربية وأب جزائري كتب عبر صفحته الرسمي على موقع إكس كل الدعم للمغرب ومواساة لكل أقارب عائلات ضحايا الزلزال من جانبه تضمن النجم السنغالي الساديوماني لحب النصر السعودي مع المغرب في فاجعة الزلزال الذي ضرب مراكش حيث نشر صورة تعبيرية لشخص يلجأ للدعاء بينما يرتدي العالم المغربي وضرب المغرب زلزال بقوة 6.8 درجة على سلمر اختر وأصفر عن ما يزيد من 2000 وفات إلى جانب إصابات بالمئات بعد الزلزال المدمر الاتحاد البرازيلي يؤكد سلام تابعة السلسة بالمغرب أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سلام تابعة المنتخب تحت 23 عاما المتواجدة بالمغرب عقب الزلزال الذي ضرب المملكة يوم الجمعة الماضي وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان سلامت جميع أعضاء البعت المتواجدة في المغرب في مدينة فاس والتي لم تتأثر بالزلزال لكنهم شعروا بهزة أرضية ولأسباب أمنية مكتوا جميعا بالقرب من حوض السباحة لمدة ساعة قبل أن يعودوا إلى غرفهم وأقم المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما معذكرا تحضاريا في مدينة فاس حيث واجه المنتخب المغربي الأولمبي والديان يوم الخميس الماضي ضمن استعدادات الفريقين لأولمبياد باريس 2024 يشار إلى أن عدد الوفيات بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المملكة المغربية بلغ إلى حدود الآن 2012 وفاتا وذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية هذه أبرز العناوين رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة باللغة العربية الرقرق يفاجئ المغاربة بهذا التصريح بسبب زلزال المغرب تشافي وبرشلونة يتضمنان مع ضحية زلزال المدمر الذي ضرب المغرب ترجمة نانسي قنقر